مرحبا كيف الجميع اليوم الفيديو عن كيكة كشف الجنين رح علمكم كيف نعمله بطريقة كتير حلوة الكيك هون عندي كيكة الشوكولات الوصفة موجودة على قناتي كما شايفين هاي هي الوصفة بتلاقل الرابط تحت بصندوق الوصف حاشيتها كريمة شوكولات كمان موجودة الوصفة على قناتي بالاضافة لكريمة الزبدة الايطالية كمان موجودة على قناتي وصفة مفضلة عندي بكريمات الزبدة وهلأ بدنا نغلف الكيك الكيك انا حاشيته مبردته تقريبا ساعتين قبل التغليف بكريمة الزبدة هون انا بحط اول طبقة يلي هي الكرامب كوتينج ياس الكيكة هون عندي 19 سنتي ارتفاع 12 سنتي تقريبا بكفي لعشر اشخاص هلأ هون عم بشيل زواعد من الكريمة برجع بحط الكيك بالبرات تقريبا نص ساعة بعدين بكمل تغليف هلأ هون انا عندي كريمة الزبدة كمان ملونتها بلون البيبي بينك بدي حط من فوق اول شيء اللون واسحبه بهالشكل بعدين من عطرف بدي حط طبقتين اول طبقة راح تكون باللون الازرق وبعدين بدي كمل باللون الزهري وبس نخلص منجيب المعدن ومنلفها على الكيك حتى تتملس معنا الكيك بشكل كامل هلأ متنم شايفين انا اول طبقة حطيتها باللون الابيض دايما انا ببلش بالكيكات الملونة بطبقة باللون الابيض حتى يطلع معنا اللون مزبوط وما يشف الكيك هلأ هون حطينا عم زبط الكيك نضل بنملس حتى يترتب معنا ويصير معنا كيك مرتب بسحب اول شيء على الاطراف بعدين بسحب الزوايد من فوق بيطلع معي حواف حادة بالطريقة كنتم شايفين الادوات المستخدمتها هنه انت لت ادوات مهمين للقاعدة الدوارة اه لسبتشول المعدن وبالاضافة لسكرافر المعدن ليش معدن انا بفضل معدن انه اه كريمة الزبدة بتحتاج لمي سخنة فانا اه انا وعم بشتغل بحط السبتشول بالمي السخنة وبرجع بملس هيك الكريمة بتطلع معي ملسة هلا هون رح نشتغل ديكور بسيط اه بدنا نجيب آآ آآ مول سيليكون ومنها نحط في آآ عجينة السكر هيك طريقة الاشكال الزغارف كيف آآ فيكن تطلعوها بشكل مرتب بالدخل والعجيب بعدها بتجيبوا سكينة تكون حدة بنسحب بنقص هيك بهالشكل بتطلع معنا شكل كتير مرتب وحلو قبل ما شيلو اكيد برجع بضغط حتى ياخد الاماكن كلها وبعدين بسحب العجينة من المولد وهيك متن شايفين طلع معي الزغرفة مفرغة وبشكل حلو هلا هون بدي مدع عجينة آآ بدي حط علي الزغرفة اللي عملتها تكون البقطعة بقياسة هون بدي لزقة بعد ما افتحها شوي حتى تلبس مزبوط وبعد ما لزقة بدي لونها باللون الدهبي انا عندي هون دست دهبي هلأ فرجيكون بدي لونه عن ناشف وهيك صار معي الكادر جاهز هلأ بدي حط فيه الاحرف بدي اكتب آآ يعني انه ما بنعرف اذا بصبي او بنت الهون الاحرف انا بطعتهم بمساطر الاحرف وبعد آآ ما نحطن هيك بشوف كيف شكلهم بلزقون وبس نخلص بنلزق بنلزق الكادر كله على الكيك نحن ما عنا مشكلة نحط آآ على كيك كريمة الزبدة آآ عجين السكر ما حدوا بمعنى هلا قبل انا هون مجهزة طابرين يلي هنن دبا ديب اذا حابين آآ آآ علمكم كيف آآ نعملون نكتبو لي تحت بالتعليقات ان شاء الله الفيديو القادم آآ بيكون كيف عملت الدبا ديب كتير سهلين وحلوين والشغل فين ممتع عملتن بعجينة الشوكولات الوصفة كمان كمان موجودة ع قناتي عجينة الشوكولات رائعة للمجسمات وكتير سهل شغل فيها وآآ اهم الشي انه سابطة وآآ لما بتبرد بتنشف يعني ما بتحسوا انه هي بتنكسر او بتخرب لا بيكون شكل كتير طبيعي هلا هون حطينا الكادر هيك بالنص بعد ما حسبت الدبا ديب وعندي هون كورات بعجينة السكر مجهزة انا بلونين البينك والبلو ودي اكسر باللون الابيض وراح حط كمان شوية دهبي ليعطي جمالية اكتر الكيك هيك بيكون الكيك خلاص معنا ان شاء الله يكون عجبكن اه ما تنسوا اكيد تشتركوا بصفحاتي على الفيسبوك والانستغرام والتيك توك ويندي فيستري وتعملوا لي سابسكرايب هون على قناتي وتكتبوا لي تعليق حلوم تلكون شكرا كتير للمتابعة